السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ما خليت ما عملت بدلت الكردون اللي هو السيمياث او الكوب اللي نسموها وبدلت اثنين جبت واحد اخر يعني متعسيرة اخرى حطيته ديما نفس الشي ما فيش حتى تحسن فحسيت ان الكردون اليمين اللي هو متعجيها اليمنى حسيت انه فيها شوية هيك فضاء زايد عن العادة مش كما الاخرين حاولنا نطولوه طولت عندي متاع يصلح الكردونات طولناه وخرجنا في الكرزيون شوية البرة وما فيش فايدة عودت رجعت لها امتاح اللي هو كان فيها الاول ما شريتها هو الديفول اللي فيها كون انك انت تجي طالع في صعدة او عالية ولا حاجة هيكة بتكسيلاري تولي ترعوش يعني بنزينة تولي ترعوش زادة كيف كيف وقلنا نبدأ في الطريق العادية ونحاول نبدل الفيتسات كلها ونزيدها بالسرعة كيف كيف تولي ترعوش كلها جتني الفكرة هالية حطت الكالة هالية متاع ما زدت يعني دخلت الكردون اكثر لجهة السرعة جهة البوات الحق الحمد لله تقوهان نكسيلاري ونجري وكل شيء الحمد لله ما عاشت عندي حتى اشكالية واعد ما حطت تلهك على هديك يعني فما تحسن كبير حوالي خمسة وتسعين في المية يعني ما اكثر من خمسة وتسعين في المية تحسن موجود ما تعالوني على المشكل المنين ما افهمتوا مش مشكل المنين يعني مشكلين نجم يكون الشاسي معوجة ناجي مكون البرسو معوج ناجي مكون الفيزي أو الميو الفيزي طبعا ميو لا الفيزي معوج ناجي مكون فهم حاجة في مكان معين هذي ما فهمتهش أنا اللي باش حليت المشكلة زدت هالكالة هذية في الكاردون باش حليت المشكلة الحمد لله توت نحت للرعشة هذي نجري بها عادي ما فيش حتى مشكلة ما عاش عندها هكالرعش هذي كمتال عادية يعني تحسن تقريبا أكثر من 95% هنحس دو بلاش ما عاش فيها يمكن أنها ما زلت خاطر نحس بها لأن هي كانت تعملها لي ديما يمكن ما زلت عندي هكالحسة هذي كمتال اللي كونها ما زلت فيها الرعشة أما تول الحمد لله ما عاش فيها تول نطلع بها حتى صعدة عادي ما فيش هكالرعشة تحسنت برشة المشكلة بالضبط ما أنا بيدي ما فهمتوش عرفتو شوين حتى متع البراليزم ما لقاش حاجة اللي هي بش يعني ما حتى متاع البراليزم ما فهمهاش يعني وصارتلي هناك بلا رو في أدت سيارة صارتلي في 205 صارتلي فيلا في الريناو 9 الكل كنا نعملوا الكالة هذي طبعا هذيك سيارة قديمة وشاسي متاعهم تتحل لكن هذي كنا سيارة ما زلت ميشة قديمة عم مثل هالكالة هذيك الحمد لله لا بس ما فيش حتى هاجة مشكلة الكالة هاي مش نوري هاي كمتول الكالة كيفاش عملتها وش نقول لي عملت بالضبط عندي هذيه سيارتي فيها من اللي شريتها فيها رعشة في الكاردون وحاولت يعني في الهذيه في العكوز ويسموه في السميات وكل ما حاولت جبت الكاردونات اخرين وجبت واحدة اخرين نفس الشي حتى حد ما عطاني حاجة صحيحة بالنسبة للديجنستيك متاع العفشة الامامية متاع لفونتران ولدش عملت انا ولدت لنتبع فيها عملت لها بدلت الرنوان بلي هذيه بدلته وعملت لها ازي طولت لها شوي في كالة عملت لها كالة عملت لها كالة هذيه عملتها كالة وحطت هنا من جهة نعملها كونيك من جهة نعملها يعني كونيك شوي هكه جيه واطئة ومن جهة انا عملوها مستوية باش تطبع اهنا ع الرلمان بيلي على الدخلاني ونحطها اهنا في الكاردون هذي هل تاني نحطها اهنا باش تولي يدز الكاردون غادي باش ياخد فم حاجة في البرتية هذي ما فهمناهاش اللي هي تكون فم عواج في البرثوية عواج في الشاتسي يعواج في الفيزي ما فهم نشي ولهذا باش باش سيارة لنحل المشكلة عملت لها الكاردون هذي وتنحايا منها تضيفوها كمتعة الرعشة يعني نقصت يمكن تسعين في المئة خمسة سعين في المئة نقصت ما عاش موجود هذا الحاجة يعني برشة الناس تسأل عليها يقول لو قد حتى بدلت كاردون وباقي تراش يحاول يعمل الكاردون بشوية بشوية نعملتها لمرتين هذي اه شبتوها هني اللي حملت لها كالتين كالة لولا والثانية المرة لولا عملت لها لولانية يعني ما شدتش يعني قاعدت فيها رعشة نقص شوية لما قاعدت كي زدتها واحدة اخرى وعملت لها كونيك هذي الحق الحمدلله اه تنحيت توا اه نحيتها بش ان بدلت كعبة الرلموة اللي انا عندي مقبلة الرلموة هي مشبهية بدلت كعبة الرلموة رجعتها واني صورتها بش ان بش نمريكم العمية كيفية ستارت هذي اله الكالة اللي عملتها بش بش نحيتلي الرعشة متاع الكاردون هذي هذي الكالة نحطها هنا في الكاردون هذي 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة